بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتل مع بعض الجزء الثاني من الفصل الأول لمكرر النظم بالمعالج الدقيق نشوف مع بعض تكملة للتعريفات الأساسية للمعالج في بعض الترمينولوجيس بعض التعريفات لازم نبقى إن شاء الله عارفينها علشان نبدأ نفهم يعني إيه أساسيات المعالج طيب نقول مع بعض بعض التعريفات زي ال-E-U لأرسماتك لوجيك يونيت اللي هي وحدة الحساب والمنطق وهي المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية في المعالج والمعالج يا جماعة بيتصل إنترنل من جوة بال-E-U انتفقنا؟ جب إذن جوة من داخله وحدة بيتصل بها اسمها إيه ال-E-U ومسؤولة عن عمليات حسابية والعمليات المنطقية طيب عندنا تعريف كمان اسمه الأكيوميليتور وهو يا جماعة روجستر ويسموه ال-Working Register يعني ال-Register للشغال اللي لازي يعمل الفعال لأن معظم العمليات اللي بتتم من خلاله معاي؟ ومعظم العمليات اللي بيتسمها Manubulation هي المعالجة زي التحديث والحسف والأضافة كل دوت بيتم من خلال الأكيوميليتور لو انت تفتكر كان بيسموه في بعض الأحيان في بعض الكتب كمان EC لو فاكر وساعد في بعض الكتب بيسموه إيه بس؟ اللي هو الأكيوميليتور معاي؟ طيب خلي بالكو بقى جماعة من كتر من الأكيوميليتور بيشتغل بيشتغل مع الميكرو بروسوسور معظم الكتب والمراجع بترسم الأكيوميليتور جنب الميكرو بروسوسور وكأنه كزء منه معاي؟ خلي بالك من النقطة دي طيب الستيتس رجستر اللي هو رجستر الحالة أو مسجل الحالة والمقصود بيه يا جماعة؟ المقصود أن في بعض الأحيان في بعض العمليات فيه بيبقى الناتج بيتبع كونديشن معين أو شرط محدد الشرط ده يبان فين؟ يبان في الستيتس رجستر وساعات بيسموه كمان الفلاج رجستر يعني رجستر لازي يحمل قيمة واحدة لإما true لإما false يعني إيه بقى بعض الكونديشنز أو السيرتن كونديشن اللي احنا شايفينها قدامنا دي معناها في مثل على سبيل المثال افرد انت وانت بتيجي دي إيه؟ تقسم أسامتها على الصفر يحصل إيه؟ يحصل خطأ مش كده؟ ما يعني فعش يقسم على الصفر الخطأ ده يباني فين يا جماعة؟ يباني عند الستيتس رجستر جميل تعالي نشوف نكمل مع بعض بنقول بعض برضو التعريفات الأساسية والأجزاء الأساسية اللي هي temporary data register ومقصود بكيمة temporary data register معناها register أو مسجل يحمل data بصورة مؤقتة يحمل data بصورة إيه؟ مؤقتة طيب temporary data register دي بنستخدمها إمتى؟ لما نيجي نتعامل مع مين يا رجالة؟ مع الـ ALI والأرسمات تيك لوجيك يونيت لأن الأرسمات تيك لوجيك يونيت جواها مفيش ستورج مفيش فيها تخزين طيب أستعين بمين بقى؟ أستعين بالـ temporary data register كأحد الوسائط والوسائل اللي يدخل الـ data عن طريقها للـ ALI معايا؟ بيفكرك بس بقولك ما تنساش إن الـ ALI لها two inputs one input عن طريق الأكموليوتور واحد بيتاخذ عن طريق الأكموليوتور والتاني عن طريق مين بقى؟ اللي احنا بنتكلم عنه؟ temporary register تمام طيب التعريف اللي التالي اللي هو إيه؟ control logic يعني إيه control logic؟ يعني أكيد فيه دوائر منطقية بتتحكم مش كده؟ معنى اللفظ نفسه control logic طيب بيقولك إيه بقى في control logic؟ بيقولك هو مسؤولة عن عمل أو التفاعل مع أجزاء الحاسب مع بعضها البعض هي المسؤولة عن نتخلج كل أجزاء الحاسب ونخصص كلامنا كمان عن الماكرو بروسسور كل الأجزاء دي تتفاعل مع بعضها البعض يعني هتلاقي فيه control logic عند مين؟ عند الماكرو بروسسور هاي في control logic تاني هتلاقيه مجموعة لوجيكس موجودة تانية لكن احنا كلامنا عن مين يا جماعة المراضي عن الماكرو بروسسور وإزاي أجزاءه بتتفاعل مع بعضها البعض من خلال مين يا جماعة؟ من خلال الـ control logic طيب حتى بيقول إيه؟ بقول it maintains بتحافظ على the synchronization التناغم in operation في العملية ما بين الأجزاء المختلفة المين للماكرو بروسسور طيب آخر بقى تعريف عندنا الانترنال داتا بص أو إيه؟ أو الـ data bus الانترنال الداخلية وهي ترجمة حرفية لإيه يا جماعة؟ ليه؟ بص مسارات تحمل data بصورة داخلية جوه المعالج مش كده؟ عشان كده نقدر نقول إن هي إيه؟ إنها بص مسار بيكون نكتة أو بيربط أجزاء الداخلية للمعالج مع بعضها البعض والمسؤولة عن الاتصال ما بين أجزاء المعالج وبعضها البعض طبعاً توقع إنها هتين البيانات مش كده؟ ها توقع إنها هتين البيانات داخل مين؟ داخل المعالج عشان كده بنقول إيه بقى؟ connect the different parts of macrosessor together شايفين؟ بنربط أجزاء الإيه؟ الماكرو بروسسور مع بعضها البعض and it enables the communication between these parts وكمان the data transfer through this internal data bus is controlled by مين بقى؟ control logic إذن ممكن نقول إن ال control logic دوت يتم التحكم فيها إيه؟ في إيه؟ بتحكم في مين؟ في الـ data bus أو الـ internal data bus والمسارات التي تنتقد فيها البيانات من خلال مينة جمع الـ internal data bus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته